أم محمد من العراق تقول عند بيتنا شجرة توت تحمل لكن مكانها أمام الباب دائما نسقط توت تتفلش ما نستفيد منها وكلها تحت الأقدام هل يعني حرام علي إذا صبيت كاز على الشجرة حتى تموت أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك بالنسبة للمسلم جاءت النصوص الشرعية بدعوته إلى الزرع والزراعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها وبيّن عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة حتى السارق إذا سرق منه فليصاحب الزرع الأجر والثواب فيأخت الفاضلة إقدامك على صب القاز على هذه الشجرة التي تموت خطأ اترك شجرة التوت على ما هي عليه وكون الناس يطعون الثمر بأقدامهم هذه مشكلتهم هم لكن ممكن أخت الفاضلة أنت تكلفين نفسك فترة من فترات الوقت مثلا تكلفين أحد أولادك أحد بناتك تكلفين شخص بالشارع زوجك يكلم شخص يقول له التوت اللي يسقط اجمعه وخذه تصدق فيه بيعه مثلا أو حطه فيه جنب على أساس تأكل منها الطيور أما أني أقتل شجرة علشان والله التوت هذا يقع تطعو الأقدام لا تفعل هذا لا تفعل هذا بارك الله فيك ورضي عنك